ثالث نوع من أنواع الـ Multiple Access اللي أنا بدي أحكي عنه هو Code Division Multiple Access CDMA تحديداً هيداً نوع من الـ Multiple Access تبعاً الـ Medium for sure أنا بستعمله مع الـ 3G connection هنحكي أكتر نحنا بعدين عموضوع التكنولوجيز كيف تستخدم هيداً نوع من الـ Multiple Access أو الـ Multiplexing ولكن قبل خلوني أنا أستعري التفاصيل مهمة أساسية بخصوص هيداً نوع من الـ Multiplexing أول شغلي نحنا عم نكون عم نستعمل Frequency واحدة لـ Multiple Users at the same time كيف بيقدروا يستعملوا Frequency واحدة من دوما أستعمل أنا TDMA هنشوف كيف طريقة هي أنه نحنا بنستعمل شيء نسميه Code كل Channel يعني كل يوزر بيكون عنده Unique Code كل اللي تشانل عم بيستعملوا نفس الـ Frequency طبعاً نحنا هيدول الـ Codes نحن نسميهم إذا بدنا Chipping Sequence شو معنى Chipping Sequence؟ يعني كل Alternation يعني كل انتقال بالـ Signal من فوق لتحت أو تحت لفوق أنا هيدا بسميه Chip فهون أنا بيكون في عندي Chipping Sequence يعني عندي Sequence of Bits هيدول بيكونوا عبارة عن Spreading Code أنا بحاجة لإنهم تقدر أعمل Transmission أكيد هنعطي example تنعرف كيف بتخليلي كذا يوزرز يكونوا عم بيقدروا يبعتوا على نفس الـ Frequency بنفس الوقت بـ Minimum Interference طبعاً نحنا الـ FDMA والـ TDMA اللي بنستعملوا مع الـ 2G مع الـ GSM بدو Frequency Planning إسا ما حكينا عن هيدا الموضوع بنحكي عنه بالـ Chapter الجاية أما بالنسبة لموضوع CDMA Code Division Multiple Access نحنا منا بحاجة بتاة لـ Frequency Planning لأنه بهيدي الحالة عم نكون نحنا عم نستعمل Only One Frequency كيف أنا بقدر أبعت شو هي الميكانزمي اللي بدي أستعملها أنا تأبعت بالـ CDMA حنشوفها بالفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر